أنا اسمي نجا فؤاد زكي تمام وأول المشكلة أنا كنت جوزت باباهم من حوالي بالضبط 2018 تمام لا 2008 أصلي 2008 جبت سيف اللي هو الكبير دوت ده عنده 13 سنة اتولد عنده دمور على المخ وزي ما حضرتك شايفة كده فأنا المشاكل بدأت معاه من بعد الجواز بسنتين فأنا اكتشفت بعد الجواز بست سنين اللي هو مش عامل لولادي شهادات ميلاد يعني أنا جبت سيف ده الأول بعد دي بحوالي سنة بالضبط جبت أخته سما اللي هي دي سما عندها كم سنة؟ عندها 12 الفرق بينها وبينه سنة وكنت عايشة بربي ولادي وكده لأن انا يعني كانت علاقتي بأهلي مش يعني ما كانش فيه ود وكده يعني فما كنتش بعمل مشاكل وكنت عايزة حافظ وكده على البيت وعلى الولاد وكنت بستحمل بستحمل عيشة معاه وكده عشان خاطر أهلي لو روحت مش هتقبلوني لأن هما يعني احنا عيالة بسيطة وكده فحضرتك فهمة طبعا الواحدة ملهاش الا في الأول والآخر بيتها يعني فقدت بستحمل هروح فين بولادي وكان معي ده كان تعبان كان مبهدلني يعني فأول الشغور اللي ولاده بتاعته طبعا هو ما كانش بيعالجه ما حاولش يعالجه وانا كنت بقول له انا هجري عليه وعالجه وكده فهو كان بيرفد بيقول لي هو كويس ما فوش اي حاجة طبعا انا سكت واستحملت عشان خاطر الولد كانت ظروفه الصحية ما تسمحش اللي انا تبهدل بيه كنت عارفة ان هو مسجلهوش؟ انا معرفش انا كل اللي انا عارفة اللي هو لما انا ولدت الطفل هو خده وسجله في الصحة وجيت بعد كده بدأت عارف اللي هو مش مسجل الاطفال لما طلبت منه شهادت الميلاد عشان ادخل بنتي المدرسة عارفتي كده اما جديت دخليها المدرسة اه قال لي شهادت الميلاد مع والدتي فروحت لولدته وقلت له يا ماما هو بيقولي ان الورق شهادة الميلاد معاكي قالت لي مفيش حاجة معايا فلما بدأت اللي انا واجهه كده فبدأ اللي هو ايه يظهر على حقيقته وتغير 180 درج قال لي انا مش عامل شهادات ميلاد وما فيش شهادات ميلاد وبدأ اللي هو يبنى على حقيقته انا نفسي استضمت يعني ازاي قبل هو مش عامل اللي ولاده شهادات ميلاد انا نفسي استضمت فيه ناس هتقول لي طيب انتي قل لي خلاكي تصبري انتي جبتي اول تفل ازاي التصبري وبجيبي التاني انا كنت عايشة متجوزة جواز طبيعي جدا بقسيمة جواز وشهود وفرح وكل حاجة ما كنتش متجوزة في السر ولا اي حاجة انا كنت متجوزة على سنة الله ورسوله بس انتي اصلا من الاول ما كنتش تعرف ان هو ما بكتبش الاولاد انا ما كنتش عرف مش زنبي اللي انا كنت عايشة مع واحد انا كنت عايشة مع جوزي مش كنت عايشة مع واحد كده ده جوزي وابو ولادي فمش متوقع خالص اللي هو ممكن ما يكونش مسجل الاطفال ديت فاللي حصل هو حصل له الظروف في حياته مشاكل كان عليها قضية قديمة وجم يعني اتحبس قعد فترة محبوز كلت انا حامل في البنت فخلفتها وكده وعيشنا مع بعض وقال لي انا خلاص هبقى كويس وهتغير والكلام ده كله المشاكل العائلية اللي حضرتك عارفها دي بدأت اكتشف بقى اللي هو بيتعطى يعني مخدرات مخدرات وكده فطبعا كنت بستحمل لان انا كنت عايزة عيش بربي ولادي وده كان محتاج رعاية اسيبه فين هيتبهدل لان طبعا حضرتك عارفة دمورها المخده بيبقى محتاج معاملة خاصة وكده هو كان بيسرف عادي مفيش اي حاجة بس مش اللي هو يعني يعني متحمل مسئولية كان رمي كل حاجة علي برده كانت انا والدتي لسه عيشة وكانت بتساعدني كانت بتبعاتلي حاجات وكده طبعا لما والدتي توفت والدي توفى طبعا مفيش اي حد بيساعدني فبدأت المشاكل انا كنت مستحملة يعني ما كانش حتى بيسيف فلوس ولا كان كده كنت مستحملة وكان اليوم بيعدي عشان خاطر الدنيا تمشي زى اي ست شرقية بتستحمل يعني العيشة والبهدلة والكلام دوت يعني فجيت بعد كده لما اكتشفت اللي هو مش عامل لولادي شهادات ميلاد قلت يعني انا اللي خلاني مستحملة ده كله عشان خاطر ولادي ومستحملة اهانات ومستحملة ضرب ومستحملة فقر ومستحملة كل حاجة عشان خاطر ولادي مينفعش اللي انا كمان اضايق اشوفهم بيضيعوا وقدامي واسكت فبدأت المشاكل بدأ اللي هو يمد يده علي بدأ اللي هو يقول لي مفيش شهادة ميلاد وبدأ اللي هو يواجهني بقى يقول لي انا مش عامل شهادة ميلاد عشان خاطر ميتحملش مسؤولية قال لي انا ماليش في قصص المدالس وماليش في قصص اللي انا اصرف على حد وعيل والكلام ده كله مفيش حد منهم دخل مدرسة الغدية خالص نهائي عندي ولادي بصي يعني انا بديهم دروس خصوصية وبعلمهم عشان خاطر يبقوا حاسين اللي هم بيتعلموا بيعرفوا يقروا ويكتبوا بس بردك نفسيتهم متدمره مش بيروحوا مدرسة عملهمش صحاب مش مختلطين بالمجتمع اطلقت منه وبقليك قدقي بالضبط كده خمس يعني دخل في خمس سنين هوا طلقك ولا انتي رفعت عالي قدقي؟ لا انا روحت رفعت عالي قدقي واتطلقت منه طلقت للضرر لما لقيته يعني غير مؤتمن عليه الأولادي وكده قدقي وبيعلي خمس سنين لما اطلقت منه على طول يعني سنة واتطلقت منه انا من ساعت ما اطلقت منه وانا معي أولادي يعني بشتغل عليهم وكده بس تعبت لان انا يعني عايش حياتي حضرتك فاهمة شايفة الدنيا عاملة ازاي والغلاء والكلام ده كله تصرفه منين دلوقتي انا باخد معاش والدي بس مش مكفيني وانا بشتغل بس برضك يعني ده محتاج رعاية مينفعش اللي انا سيبه كتير لوحدي لانه محتاج حد يأكله محتاج حد يشربه مينفعش اللي انا سيبه لوحده انا عايزة حقوق الولاد دي عايزة العيال دي يعيشوا حياه طبيعية زيهم زي ايه اطفال ويأخدوا حقوقهم الطبيعية من الدولة عشان هما زي ما حضرتك شايفة حرام 3 اطفال زي دول ميأخدوش حقوقهم ويدفعوا تمان غلطة أب يعني ده مش أب اللي هو يسيب ولاده كده ده مش أب طبعا فعايزة لولاد يأخدوا حقوقهم دي أبسط حقوقهم من الدولة يأخدوها اللي هما يخشو مدرسة اللي هما يأخدوا حقوقهم منه وما يدفعش مصاريف مدارس وما يدفعش مصاريف علاج للمسكين ده وكده بس انا يعني بوجه الرسالة ديك للرئيس الجمهورية للرئيس عبدالفتاح السيسي يا رئيس احنا انتخبناك وبنحبك وحضرتك عامل منبادرات كثيرة للاطفال فما ينفعش يكون فيه في الدولة المصرية ثلاث اطفال زي الواردة زي دول ما بيخشوش مدرسة وما تعلموش وفيه طفل زي دوت محتاجي علاجه وما تعالجش من ساحة ما تولد لغاية دلوقتي